محافظة مؤسسات النقدي والبنوك المركزية عززت التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية وعملت على استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول المجلس ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية وأشار الزيان إلى قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في قمة لصخير بمملكة البحرين والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى لشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025 ميلادية كما أشار معلي إلى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى الموقر في قمة لصخير التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2016 ميلادية في مملكة البحرين والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس وتفويض مؤسسات النقدي والبنوك المركزية الخليجية بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقدي والبنوك المركزية بدول المجلس الاجتماع لجنة المحافظين تم الاتفاق على أطلاق وتأسيس شركة المختصة بنظام تسوية المدفوعات التي تم قرارها من قبل أصحاب الجلالة والسمو وقارد دول المجلس في قمة الصخير في العام الماضي اللجنة قامت باتخاذ الخطوات التنفيذية ونحن الآن إن شاء الله بيصدد تشكيل هياك التنفيذي لها في القريب العاجل الشركة سيكون مغارها في الرياض ونأمل شكل ما ذكرت أنه تكون تشرف على تنفيذ هذا النظام إن شاء الله في القريب العاجل أصبحت منظومة الرقابية في دول المجلس يعني ركيزة أساسية من عملها هي العمل على تأمين الوسائل المناسبة لمكافحة قسل الأموال وتمويل الإرهاب يعني والعمل على نظافة المعاملات المصرفية كاملة من أي تدخلات إجرامية في هذا المجال وهذا الموضوع دائما يعني بند دائم في أعمال اللجنة المحافظين